أنا جبت لحضراتكم لو تفتكروا الأسبوع اللي فات حلقتين الحلقة الأولانية كانت كل الأخطاء صوت وصورة من المباريات والحلقة التانية كانت أراء خبراء التحكيم بالصوت والصورة ما عرفتش أجابها صوت وصورة لكن جبتها لحضراتكم من تصريحاتهم المنشورة رسميا في كل الصحف والمواقع طب يعني نعمل إيه تاني يا جماعة؟ وفي هذا البرنامج كان هناك اقتراح من زمان بوجود الخبير الأجنبي لأننا نحتاج شايفين الأخطاء قلت طبعا ولكن زي ما بقول لحضراتكم كده أن التوجهات الإعلامية لبعض من لا يشجع النادي الأهلي من المفترض أن أنت لو شغال في قناة بعيدا عن قناة أندية يعني تبقى بتكلم بحيادية أو موضوعية أو منطقية الحقيقة لكن الكرة بينة لمصر كلها يعني الكرة بينة لكل من له علاقة بكرة القدم يطلع حد يقول لك أصل الكرة ما جاتش في إيده أو أنا مش شايفة أنها جات في إيده فحركات بتحصل ضد النادي الأهلي عمرنا ما حنسكت عنها وجمهور النادي الأهلي عمره ما حيسكت عنها أنا بشوف على تويتر وبشوف على الفيسبوك وبشوف على الإنستجرام الناس أو جمهور النادي الأهلي بيقف خلف ناديه في كل حاجة ولكن أن حضراتكم أو هناك بعض من لا يشجع النادي الأهلي من الإعلام بيكلم بغير موضوعية شوفوا النادي الأهلي خسر 14 نقطة إزاي نبعث لحضراتكم لو عايزين تعرفوا أو لو عايزين تتكلموا بموضوعية قولي النادي الأهلي خسر 14 نقطة مثلا يعني هي ركلة جزاء مبالح ركلة جزاء مليون في المية ده مش باعتراف أنا وأنا بس عايزة أفجر مفاجأة في هذا الأمر أنا تكلمت مع حد بس هو قال لي ما تقولش يعني فأنا مش عايزة أقولي الإسم لكن قال لي ركلة جزاء والله إذا لو قلت يعني الناس حتعرف قد إيه إن اللي بيحصل ده من بعد من لا يشجع النادي الأهلي في الإعلام معمول بغرض إن إحنا عايزين نخلي النادي الأهلي الناس تصدق إن النادي الأهلي بيكسب بأخطاء تحكمية وهذا الأمر غير صحيح هذا الأمر غير صحيح النادي الأهلي بيكسب عرق جبينه بجد عرق عرق بجد عرق جبينه بجد مش حاجة تانية وسيظل دائما النادي الأهلي بهذا الشكل وبهذا المنظر لو علينا ركل الجزاء بالمناسبة وفي هذا البرنامج في مباراة فاركو لما طلع الكابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي وقال إن الأهلي راهو أو مش فكر في مباراة إيه وقال إن له ركل الجزاء وعليه ركل الجزاء قلنا الكلام ده هنا على الهوى هنا يعني إن النادي الأهلي في مباراة فاركو علي ركل الجزاء وله ركل الجزاء تغير الهدف اللي تلغى قلنا إن هو لازم يحصل هذا الكلام وكلنا كنا شايفينها ركل الجزاء ما عندناش مشكلة يعني لكن محدش هيجبر إعلام النادي الأهلي الرسمي إن هو يروح لاتجاه معين من الإعلام يعني إن هم يمشوا في الاتجاه ده فإحنا نمشوا وراهم مثلا ده مش هيحصل أبدا أبدا لأنه حق النادي الأهلي يجب أن يتم الرد عليه ولازم نوصل لأقصى حقوق لنا هناك البعض حاول أن يتهم النادي الأهلي وبالمناسبة في موضوع لجنة الحكام وعودة النادي الأهلي يجب أن يخش في الموضوع في دماغه ويفهم إيه الذي يتقل وإيه الذي يحصل نادي الأهلي أنا قلتPorك كلام ده بكده. النادي الأهلي عندما يتخذ قرار فيما يخص النادي الأهلي بيتخذ قرار مجلس قدرة النادي الأهلي بيتخذ القرار اللي بيشوفوه مناسب وفيه مصلحة النادي الأهلي. ولكن النادي الأهلي لما بيشوف خطأ في حتة معينة سواء مع الاتحاد الأفريقي أو مع الاتحاد المصري بيشاور وبيقول يا جماعة المباراة النهائية ما ينفعش تتلعب على في مباراة واحدة بالنسبة للبطول الدوري أبطال إفريقيا إلا لو قلتوا من قبل الموسم ما يبدأ أو قبل البطولة ما تبدأ. فهنا النادي الأهلي بيشاور على أخطاء. كون ان الاتحاد الأفريقي ناس عقلة وناس بشايفة ان النادي الأهلي هو كبير إفريقيا فبتاخد كلامه على محمل الجد وان هو مش عايز بس يقول كلامه وخلاص فبتشوف الكلام تلاقي عنده حق. النادي الأهلي عنده حق. فبينفزه الصالح العام لأفريقيا. زي اللي حصل من اتحاد الكرة بالمناسبة. هو ليس انتصار للنادي الأهلي ولا شيء من هذا القبيل. النادي الأهلي شاور على حاجة. ان يا جماعة عندنا أخطاء كبيرة جدا في الحكام. يجب أن يتم تصلحها أو تصحيحها. وبالتالي. لكن هل النادي الأهلي هو اللي بياخد القرار باستقدام خبير أجنبي. النادي الأهلي ما بياخدش قرارات للاتحاد الكرة مثلا. لا. النادي الأهلي عضو جمعية عمومية في اتحاد كرة القدم. فمن حق ان هو يقول. فلان برضو عندنا ناس عقلة في اتحاد كرة القدم. فعملت ايه. فكرت في الكلام اللي النادي الأهلي قاله. ولقوا ان الكلام ده كلام. حيستفيد منه التمنتاشر نادي. بوجود خبير اجنبي باقالة الكابتن عصام عبد الفتاح. باقاف فلان او علان او ترتان. فهو ليس انتصار للنادي الأهلي. ده انتصار لكرة القدم. وليس انتصار. هو حاجة للصالح العام. وضع خطأ. وبيتم او بيتم المحاولة تصحيحه. هو ده اللي احنا نقدر نتكلم فيه. ليه الناس واخدها انما ان الاهلي بينكسر او الاهلي بينتصر. هو ليس انكسار وليس انتصار. النادي الاهلي هو كبير. افريقيا وكبير الوطن العربي. وكبير المصر. في كرة القدم. والاهلي دائما ينتصر للحق. وليس لشيء اخر.